اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة ستحدث عن موضوع قد تبدو مختلفة عن بعضها لكنها في داخل اطار اربما نسميه انا وسميه الكثير الاطار الكارث الذي يعيشه العراق الموضوع الاول قرأته ان وزارة التعليم العالي تعلن ان اكثر من واحد وخمسين الف طالب يؤدون لامتحان التنافس للدراسات العليا يعني ربما هذا الرقم عندما يقال في اي دولة فيها ازدهار وفيها تطور فيها احترام للعلم فيها رؤية جديدة فيها تقدم فيها استثمار للعلم فيها استثمار للمتعلمين فيها ابواب ومناهج وطرق لكي يتتم الاستفادة من كل الخريجين وكل العقول طيبة من الدراسات العليا من اصحاب الشهادات العليا كنا نفرح عندما نسمح هذا العدد وهذا قيس على سنوات اخرى فعدد كبير لكن في العراق الغالبية العظمى عندما تعرف ان هؤلاء ذهبوا الى هذه الى الدراسات العليا غالبيتهم لم يكن كلهم من الموظفين في الدولة موظفين في الحكومة وزيادة الراتب لمن يحمل شهادة العليا الماجستير الدكتوراه بقامنه تكون قفزة كبيرة فهو من البكالوريوس الى الماجستير قفزة طويلة كبيرة ربما اكثر من 75 او 80 بالمئة من الراتبة يقفز فهو يسعى لهذه فالكثير من عندهم يحصلون على الماجستير ولا يكمل للدكتوراه وكانوا يقولون لنا يا سادذتنا سابقا ان الحصول على الماجستير وليس الذهابي للدكتوراه مثل الشخص الذي يقف في منتصف الدرج منتصف السلم يقف لا هو نازل ولا هو صاعد نعم شهادة محترمة وشهادة كبيرة ومقدرة وزنها الماجستير لكن عندما تكمل للدكتوراه الموضوع هو المهم فالمهم فانت عندما ترى انه يعني النظام التعليم في العراق تقادم جدا جدا فوضى الشهادات العليا تجدها بهذا الشكل الجامعات الاهلية التي يعني هذه ليست جامعات أساسا وهي مملوكة لأشخاص مستثمرين وتجار ويسيرونها حسب فكرهم وحسب رؤيتهم لأحزاب معينة هذه بدأت تعطي دراسات عليا شهادات الدراسات العليا لكارثة وتدرس بهذا الموضوع في العراق لا وجودة لنظام الجودة يعني جودة التعليم غير موجودة لذلك العراق جامعات العراقية ليس منذ من العشرة تلاف جامعة في العالم المعروفة ومسجلة ذلك خارج كل كل التصنيفات العراق فانت توفر شهادات لكن يعني يجب أن توفر قبلها مواد لازمة للأستاذ والطالب غير متوفرة هي أساسا أنظمة ترتقي به الأنظمة الآن غير ملائمة الحقيقة يجب أن تجد له ظروف معينة هذه الشهادات يعني ليست عشوائية هكذا يعني مو أي واحد يجي يدرس بطريقة التي يريدها يفترأ في كل دول العالم كل دول التي يعني تبحث عن تطورها الدائم وتبحث عن استدامة تطورها والزهار تحدد الاختصاصات التي تريدها في الشهادات العليا هل قد بالهندسة هل قد بالطب وفي اختصاصات معينة هل قد في الفيزياء هل قد في الكيمياء هل قد معرفين فبالتالي تحتاج تحسب حساباتها خلال عشرة السنوات أنا أحتاج إلى عشرة علماء في الفيزياء خرجين دكتوراه يحملون شهادة الدكتوراه في الاختصاص الفلاني أحتاج بعد ثلاثين سنة هل قد من اختصاص الكيمياء هل قد من اختصاص الطب الجراحة القلب الأوعية هكذا في التاريخ في الهندسة في المعرف منه في الاجتماع هكذا تحسب وليس عشوائيا يعني مو وعدوا خمسين ألف واحد جود إحنا وقبل مئتين ألف وثلاثمية ألف وثلاثمية ألف وعدنا شهادات وبالتالي شون ستفاكي أنا أولاكم أهل الشهادات يتظاهرون وحاملين شهاداتهم ومريدون تعيين وبعديا هذه الفوضى يعني قد لا تنتهي وما دام التغول من الميليشيات التغول من الجهل والمحسوبية سيدفع دائما إلى أوضاع شاذة والتعليم غير طبيعية النقطة الأخرى اللي أتكلم بيها أنه صدر مجموعة مجموعة EIU اللي هي البريطانية متخصصة بجودة العيش أظهرت أنه في يعني أبحاثها هي تصدر مؤشر سنوي عن المدن وصنفها هل هي صالحة للعيش أو غير صالحة للعيش والأسف الشديد سنة بعد سنة منذ عام 2003 لحد الآن بغداد خارج تصنيف هذا المؤشر بغداد غير صالحة ليس فيها جودة للعيش خارج التصنيف الدولي اللي تعده يعني هذه معلومات الإيكونوميست عن جودة العيش طبعا اللي تعده هذه المجموعة اللي قلنا عليها اللي هي يرمز لها EIU البريطانية هي تضع ثلاثين معيار في هذا المؤشر لقياس جودة العيش من ضمنها الاستقرار استقرار السياسي شكل النظام السياسي شكل النظام الصحي التعليمي البيئة الخدمات كل هذه جزء من مؤشرات تضعها هذه المعايير تضعها ثلاثين معيار وعليها تقيس فبغداد من أسوأ مدن الدنيا وبالتالي العيش فيها جودة العيش فيها يعني خارج خارج هذا التصنيف مع الأسف الشديد هذه المدينة التي كانت يعني عاصمة الدولة العباسية الدولة الإسلامية اللي كانت تشع على العالم بالنهضة والحياة والاستقرار وكل الدنيا كانت تقصد بغداد لأن بغداد شيء كبير وعظيم التالي بغداد عاصمة خارج تصنيف خارج جودة العيش يعني كل أهلها التي هي إطار كإطار جامع لا يصلح للعيش لا يصلح للعيش لا يصلح للعيش السكان فيها أحياة عشوائية وفيها تلوث بيئي وفيها فوضى فيها فوضى أمنية وفيها فوضى سياسية وفيها فوضى اقتصادية وفيها فوضى صحية وتعليمية وخراب دائم من هذا المسؤول عن هذا؟ يعني من أوصل بغداد هذه المدينة الجميلة الرائعة هذه المدينة التي كل الدنيا تحلم بها العراقين يعني يموتون من أجلها من أوصلها إلى هذا؟ شكل النظام هو من يوصل هذا الموضوع بماذا ازدهرت مدن لا تساوي شيئا ليس لها تاريخ موضي بغداد لها تاريخ هذه تدرس في كل الدنيا تاريخ وحضارتها ونهوض وشكلها ودورها في الحياة في الحياة العراقية والحياة العامة مقليميا ودوليا بغداد لها وزنها عندما تقول بغداد كل الدنيا تتربع لك لكن بغداد اليوم خارج جودة العيش أحياة عشوائية وخراب ومياه غير صالحة للشرب وكغرباء مقطوعة ومستشفيات غير صالحة لأن تعالج الناس ومراكز صحية غير موجودة ومدارس من أسوأ ما يمكن وأمن مفقود ونظام سياسي غير مستقر وفوضى وخراب هذا كل ينعكس على هذه المدينة الرائعة مع الأسف الشديد لذلك ربما هذا الموضوع وموضوع التعليم منفصلين عن بعضهم لكن في نفس الإطار إطار الخراب الذي حل بالعراب منذ عشرين عاماً وقت هذه الحلقة سنتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة